بحكم فتاوى دينية أصبح عرض ممياوات ملوك وفراعنة ونبلاء مصر في المتاحف أو التنقيب عنها واستخراجها من الأمور المحرمة والمحذورة شرعا الفتوى صادرة من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر وهو المؤسسة الدينية الرسمية هي مسألة اكتهادية يعني قد يراها البعض أنها مسألة لها تعلق بقانب نبش القبور الذي نهى عنه الشرع وكذا إلى آخره وأن هذا فيه إهانة للموتة وقد يراها البعض أنها مسألة ليست من هذا الباب وإنما هي مسألة نوع من العرض الأثار القديمة للاعتبار ولكذا ولكذا إلى آخره وأن هذا ليس فيه نوع من الإهانة ولا الاعتداء على حرمة الموتة إلى آخره فالمسألة آخرية أنا أريد أن أقول أن الأمر إذا كان مسألة فقهية المسألة الفقهية يجوز فيها الأخذ والرد الفتوى التي أحدثت صدمة لدى المتخصصين في مجال الآثار بوجه خاص سبقها مطلبة من أحد الباحثين الأثريين المصريين بمنع عرض الممياوات للأسباب الدينية والشرعية نفسها التنقيب والبحث الأثري هو ليس نبش كبور إنما هو دراسة أو محاولة دراسة تاريخ المصر الأديم إذا تم اكتشاف موميا أو تم اكتشاف الهيكل العظمي لموميا معينة إحنا بنتعامل معه بشيء من الاحترام الكدسية بناخد بس منه مجرد معلومة بتفيدنا فيما بعد إن ممكن الكشفة عن مومية ملك معين تكشف لك فترة كبيرة من الحكبة التاريخ المصري الأديم الفتاوى اللي زي ديت بتحجم بالنسبة لنا عملية البحث العلمي عملية الكشفة عن الأسر وإزاي نعرف أسرار الحضارة المصرية القديمة والتاريخ المصر الأديم برغم فتاوى التحريم العديدة التي تتعلق بملوك مصر القديمة وحضارتها فإن فتوى تحريم التنقيب وعرض الممياوات الملكية صدرت من الأزهر وهو ما يزيد برأي البعض من المشكلات التي تواجه العاملين في مجال الآثار يسين النجار اليوم على الحرة القاهرة